انتخب سويسري جياني انفانتينو لعهدة جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وتم تسكية الرجل لولاية جديدة تدوم إلى غاية 2027 خلال أشغال الجمعية العامة الثالثة والسبعين للفيفا والتي جرت وقائعها بعاصمة رواندا كيغال كما تأتي تسكية سويسري انفانتينو لعهدة جديدة بعد تولي رئاسة الفيفا لأول مرة في عام 2016 خلفا لجوزيف بلاتر